اشتركوا في القناة مساء الأنوار نادين بالفعل الحلويات في رمضان على اعتبار أنها تعتبر مادة أساسية في المائدة مائدة الإفطار لدى الإيرانيين خاصة وأن مائدة الإفطار لدى الإيرانيين تعتمد بشكل أساسي على الشوربة بالإضافة إلى الحلويات وقليل من التمر وبعد ساعتين أو ثلاث تكون هي الوجبة الرئيسية وجبة الإفطار ولكن بالتالي في ظل ارتفاع أسعار كل شيء في إيران كانت الحلويات منها وتحديدا العوامة والزلابيا ما تعرف هنا والتي يقبل عليها الإيرانيون بكثرة في أيام رمضان ازدادت أسعارها مقارنة بالأعوام السابقة وهذا ما شغل مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من أنه كان هناك قرار من قبل الحكومة إلى تحديد أسعارها لدى الباعة ولكن هذا أيضا لم يقلل من الجدل الواسع في مواقع التواصل الاجتماعي من التغريدات التي جاءت بهذا الصدد التوحيد وهو صحفي وناشط يقول يحاول أن يعمل مقارنة هنا لأسعار العوامة والزلابيا وبما تمنحه الحكومة من دعم للعوائل المحتاجة خلال شهر رمضان خلاصة استنتاجه أن مساعدة الشخص الواحد ما يعادل يقل عن كيلوغرام من هذه الحلويات أما أمير تقدوسي أمير وهو رئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية اللبنانية المشتركة ينتقد الحكومة ويعتبر أن خطوة تحديدها للأسعار غير موفقة بل تدعو للإحباط بيمان مولوي وهو رئيس جمعية التجار الإيرانيين أيضا ينتقد إدارة الحكومة الاقتصادية وأيضا يعتبر أن اتخاذ هذه الخطوات هي دوران في حلقة مفرغة من خلال استخدام علاجات مؤقتة لا أكثر أيضا هناك موضوع آخر يثير الكثير من الجدل في إيران وهو ذلك المرتبط بحادثة ضرب أو تعرض فريق أعلامي للضرب على يد التجار فماذا بخصوص هذا الموضوع ياسر؟ بالفعل نادي كان هناك قرار قبل نحو أسبوعين من قبل الحكومة في تعطيل كافة محلات البلاد وتحديدا العاصمة على اعتبار على خلفية ارتفاع الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا وبالتالي هذا ما أدى إلى اتخاذ قرار صار من قبل الحكومة بالطبع هناك من لا يلتزم ربما في هذه القرارات حاول فريق من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى رصد هكذا حالات وعندما حاول رصد هذه الحالات أصحاب هذه المحال اعترضوا على الفريق الإعلامي وأيضا اعتدوا عليهم بالضرب والإهانة هذا أيضا الموضوع شكل العديد من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي هناك من أيد هذه خطوة الرصد على اعتبار أن أعداد الإصابات ترتفع في الموجة الرابعة التي تمر فيها إيران من التغريدات أيضا محمد فيروزي وهو كاتب وصحفي محمد لا يؤيد الاعتداء لكنه يقول أن هذه الحادثة مؤشر على أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لم تكن قريبة من الشارع على عكس وقوفها إلى جانب المسؤول منذ اندلاع أزمة كورونا فرهناز تقارن بين زحامات محل المؤكولات التي كان من المفترض أن تعطل في رمضان بسبب كورونا وتقارنها بما تعانيه مستشفيات البلاد جراء كورونا وبالتالي تضع المسؤولية مسؤولية ما يحدث على عاتق من لا يلتزم بالإجراءات الصحية أما علي مرادي على عكس علي الذي يتمنى أن يواصل الفريق الإعلامي رصده ليتعرض لاعتداء أشد على حد وصفه في مناطق أخرى من مناطق طهران وكل هذا هو محاولة عدم رضاح عن عمل المؤسسة مؤسسة لدعو التلفزيون الإيرانية نعم شكرا جزيلا لك مرسلنا في طهران ياسر مسعود